إبراهيم باشا الموضوع بدك تتوسلي مشان تشوفيها لبنتك وتطلبي العفو مني ما هيك طبعا حاب يشوفها لبنتي هي قطعة من روحي بس أنا أجيت لهم مشان شي تاني وصلتني أخبار مو منيحة حضرتك لازم تكون حذر لأن السلطانة هو يعمع متخطط لشغلة كتير كبيرة يا باشا والله جاد حاولت أنه تموتني تأخرت كتير كيف؟ معقول يا باشا صار اللي صار كيف عرفتي أنه عم تخطط لشي ممنيح قولي ها رسماغة ما هيك؟ هي طبعا عايشي أنت وإياه مع بعضكن وبجوز أنت عم تتعاوني معه يا ست فريال كعم بتكون إنه تتخلصوا مني ما هيك؟ لا يا باشا أقسم لك بالله إنه أنا ما إلي علاقة بالموضوع لأنه علاقتي مع رستم آغا ممنيحة لو تسمح للسلطانة خديجة كان ما بيضلوا معي يا ريت طلقني وأخلص مني يا باشا لأنه أنتو بتعرفوا أنه مجبورة عيش معه إذا هذا هو الموضوع صار فيك تروحي كيف بنتي يا باشا؟ بنتي نور كتير بني حالتاك لهم مبنوك روحي يلا معيك يلا باشا أنا حابة إنه شوفها الله يوفقك خليني شوفها ولو قلتلك روحي صدقوني أنا ما غلطت معناها جاوبيني على سؤالي مين اللي بعتك لهون؟ سموه الأمير جابني على الأصر سأله إذا بدك كانت لعبي حتى تفوتي على الأصر؟ وبجوز اتفقوا معك بعد ما صرتي جوا الأصر وقريبة من الأمير مو أنا يا باشا مو أنا البنتي اللي عم تدور عليها لا تسمعيني صوتك غراسية لسا دني عم طول بالي عليكي حتى الأخوات عم بيخافوا منك أنت واحدة هوية وأدحالك دربوك وبعاتوك على الأصر معك وطلعت هديك الرسالة معك مو قلي مين بدو يكم زوى الشي؟ جولنار مين؟ جولنار خانم هي اللي غدرت فيكن وخانتكن جولنار؟ هيك قالت يا سلطانة مستحيل تكون هي أنت قلتي أنه الآتل ممكن يكون أي حدا في عنا أثبات على هالشي؟ لا بس هي واثقة من حقها لكن خلوها تجي لعندي هي عم تستنى بره جولنار خانم ديانا قالت أنه أنت الشخص اللي عم ندور عليه شو بتقولي بها الحكي؟ مو مزبوط سمو الأمير هذا افترة من وقت ما أجت لهون وهي حاطتني براسة الكل بيشهد أنه اعتدت علي أكتر من مرة جيلان أنت شو رأيك؟ جولنار ما عم تكذب وأنا بوسق فيها كتير طول عمرة ملتزمة وما بتتدخل بالبنات بنو هي عيني وإدني هون بالحرم لك ما بظن أنه هي اللي عم ندور عليها ديانا كانت كتير واثقة من اللي قالتهم عم تحاول تخلص حالة من الموضوع سلطانة ديانا ما بتحبها لجولنار أبدا وحتى أنها حاولت تقتله وبالمقابل جولنار ما بتحبها مو بس هي يا حي أفندي ما حدا بيحبها بالأصر واضح أنه ديانا عم تتهم جولنار مشان تنفد من القصة هننا التنتين ما عد بدي شوفهم هون بالأصر ما عد يهمني وما بدي أعرف مين فيهم الخاينة جولنار خانو ايجي نان خانو ضبي غراضك فورا رح تروحي بكرة كيف لوين بتديرو نحنا ما دخلنا بهالشي أبدا الأمير مصطفى محابب أنه يشوفك هون يا ربي والله هذا ظلم جينا نخانو الله يخليك يساعديني والله أنا ما إلي زنب بنوب بهالقصة بعرف أنك مظلومة بس ما فينا نعمل شي أبدا هيك الأوامر جلالة الملك فرانسوال عظيم محادثاتنا مع الوزير الأعظم بخصوص الامتيازات تسير كما يجب والسلطان أعطى أمراً لتجهيز الجيش العثماني للحملة على إيطاليا وأولغ جلالتكم أيضاً عن حادثة لفتت انتباهي الملك البريطاني أرسل أشخاصاً إلى السلطان حتى يتعلموا القوانين ويطبقوها ببلدهم ملك الإنجليز معجب جداً بنظام العدل والقوانين التي هنا حضرت اليوم جلسة محاكمة جعلتني أفهم سبب إعجابه بهذه القوانين دمتري أفندي وحسن أفندي دمتري أفندي شو مشكلتك؟ أحكي لنا شو صاير معك حضرت القاضي في عندي دكانة خضرة بسوق قلطة وحسن أفندي إجعى دكاني وكسر لي كل الأيقونات الدينية المسيحية اللي حاططها عندي بالدكان وضربني كف على وشي مظبوط هالحاكي يا أفندي مظبوط يا حضرت القاضي أنا عاقبته له الكافر ليش حضرتك قاضي يا أفندي مين سمح لك أنك تعاقب لهذه الزلمة؟ حتى سراطين الدولي ما بيحقل لهم يعاقبه هذا بدون حكم القاضي نبهته أكثر من مرة باسمارد شكله حضرتك ما فهمت إذا عندك شي قضية لازم تجي على المحكمة وتقدم شكوى يعني إذا كل واحد بده ياخد حقه بإيده معناها ما في داعي لها المحكمة تكون موجودة يعني اسمح له ينصب أصنام يا حضرت القاضي يا أفندي رعاية الدولة العثمانية العلية أمانة برقبتنا كل اليهود والمسيحيين عايشين معنا هون تحت حماية قوانين وأعراف الدولة العلية صحيح أن دينه غير ديننا بس نحن ما بيحقلنا أنه نعرض عبادتهم بنوب الإسلام هو ديانة الدولة من وقت ما السلطان محمد فتح سطنبول فعلا ما في أصعب من إقناع شخص جاهل والشخص العاقل يلي بيحاول يقنع واحد جاهل بيكون عما يضيع وقته ومع هي بشوف جلالة السلطان محمد الفاتحة الله يرحم ولما إجي على راز جيشه لهون حتى يفتح سطنبول أدم عاهد لسكان قرطة قبل ما يدخل عليها وهذا هو اللون أنا السلطان محمد الفاتح العظيم سلطان السلاطين ابن السلطان خان الدين مراد أقسم بالله العظيم خالق السماوات والأرض وبحسب قرآنه واقتداءا برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام والذي عاهد أهل الذمة من النصارى واليهود وقال عنهم هم أهل ذمة من آذى ذميا فقد آذاني لهم ما لنا وعليهم ما علينا لذلك أعاهدهم بعدم إكراههم على ترك دينهم وأقسم بالله إذا سكان قرطة لم يقف أمام جيشي وأرسلوا لي مفتاح قلعتهم واستسلموا لي أن يصبحوا من رعيتي وتحت إمرتي وسوف يصبح كل أهالي المدينة أصدقاء لنا وسيعيشون بسلام وأنا أعاهدهم باحترام معتقداتهم وأن يقيموا كل صلواتهم وشعائرهم الدينية كما كانوا يفعلون قبل أن يسلمون القلعة وستبقى كنائسهم مفتوحة وسوف يعاقب كل شخص يحاول الإساءة إليه اكتب عندك يا أفندي حسن أفندي ما احترم ديانة ديمتري أفندي ودخل على محله وكسل رموزه الدينية وألا الأدب معه كمان عقابه ينرفع فلأه بمئة عصاي على رجليه يلا الله يخليك فوق رأسنا يا حضرك القاضي يلا يلا الله معه وانا في المحاكم العثمانية لا أحد ينتظر لسنوات طويلة ليفصل القاضي في الأمر كما يحدث لدينا كل شخص يراجع المحكمة يحصل على حقه في أسرع وقت ممكن الدعوة التي تستمر عندنا عشر سنين وأكثر في العالم المسيحي تحل هنا خلال يوم أو يومين أو على الأكثر أسبوع السلطان العثماني يضمن حقوق المواطنين بواسطة المحاكم لأن القوانين واضحة وتشمل كل شيء هنا أيضاً تشمل المسيحيين واليهود الذين يعيشون هنا والدعوة التي شهدتها بنفسي تثبت صحة ذلك أنا واثق أنكم ستحتمون بهذا الأمر وستطبقون في فرنسا قوانين جديدة أفضل منها نازلي وينها مريم؟ اليوم ما شفتها أبداً الصبح راحت على الحمام سلطانة وأكيد هلأ بتكون بغرفتها بتحبي نادية لحضرتكن؟ ما في الزوم أنا رح روح سلطانة نزار آغا قالوا لي أنه حضرتك سألي عن الأمير محمد بس موه السمارجة على الأصف سأل برجم آغا لأنه راح يتجول على حصان ما بس الأمير طلع مع حضرة إبراهيم باشا يا سلطانة راحوا على مصنع السفن ليشوفوا الريس خضر شو عام تحكي يا آغا؟ الأمير محمد قال لي بنفسه أنه راح يروح يتجول على حصان والله هاي المعلومات اللي عندي يا سلطانة انتبه منيح فهمت؟ يلا روح انت الرئيس خضر باشا أهلا وسهلا فيك والله بجيتك نورت المكان شكرا سمبول آغا والله شوفتك هون بالأصر شرف كبير أنا جيت لشوف الباشا روح خبره أني جيت والله حضرة الوزير الأول مو موجود هلأ طلع له وقت يا ريس برجع بشوفه مرة تانية مع أني كنت بدي أحكي معه بموضوع مهم خلاص معناته بيجي بعدين سمبولا لك يقطع عمرك انت شو بدك يا بني آدم السلطانة هويان طالبة تشوفك السلطانة هويان طالبة تشوفك أخذتم آغا بالحديقة الخاصة نيزار آغا قال لي غير هيك بنشوي سألته وقال لي أنه الأمير محمد راح مع إبراهيم باشا يا سمبول أخذ ابني وراحين على مصنع السفن لعند الرئيس خضر سلطانة هذا الشي مصحيح أبداً بنشوي شفته اللي الرئيس خضر هون جاي لحتى يقابل إبراهيم باشا بموضوع ضروري بس الباشا مو بالأسر طلع انت شو عم تقولي يا سمبول محمد ابني أكيد الباشا رح يعمل له شي عاية سنجق رح رح يعمل له شي مولاي السلطان هو بيقرر هشي يا سمو الأمير إذا عم تفكر بشي سنجق إلي حابب روحها أماسيا 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 سنجق كبير ومهم لأنه منهنيك من حق أمن حدودنا الشرقية يا أمير وإن شاء الله إذا بتسلموا له السنجق رح تكتسب خبرة كبيرة شو الهدف من جيتنا على هالمكان والله حبيت تشوف المنظر الحلو يا سمو الأمير أنا بالماضي كنت إجي على طول لهون لحتى تصفي زيني وارتاح شوي بس مو أكتب سلطانة سلطانة خبير السلطان إنه بدي قابله جلالة السلطان مهم يا سلطانة ولوين طلع؟ ما عنا معلومات يا سلطانة كنت عم بتمشي أنا ويحيي أفندي وجبنا سيرتك فقلت بمر لعندك عالبيتي بشوفك اتشرفت بجيتك يا مولاي إن شاء الله صحت حضرتكم وصحت يحيي أفندي منيها الحمد لله ما منقول غير الله يعطينا الصحة والسلامة آمين يا مولاي آمين حكيت له له يا إحيي أفندي عن منام شفته من كم يوم وهنفكر كتير بالتفسير اللي قال لي ورح يحكي لك يا كمان لشوف إذا عندك تفسير تاني مولاي ما في حدا بالعالم رح يفسر لك المنام أفضل من تفسيري يا إحيي أفندي وانت بتفسره كمان دستور حضرت السلطانة هويام سلطانة وينو برجم آغا؟ رح مع سمو الأمير وابراهيم باشا سلطانة؟ موكر سم آغا ابني محمد مو موجود رح يقتلوه اهدي يا سلطانة مين بده يتجرى أنه يقتله ابراهيم باشا أخده معه قايلين أنه رح يروحوا على مصنع السفن بس كله كذب هنين ما رحوا لهني يا ابني تعرف لوين راحوا؟ ايه بعرف يا آغا؟ سمو الأمير لو سمحت انتبه في شيء أخبار من أخي مصطفى الأمير مصطفى كتير منيح وهو كتير سعيد لأنه في عنده أخوة في مثل حضرتك لأنه حميت حياته ووقفت قدامه ووقت اللي ضربوا عليه السهم لو هو ما كاني كان ساوا نفس الشيء وأنا واسق من هالشيء لا اخبار من أخبار من أخبار من أخبار من أخبار لا ايمت راح نضل واقفين هيك الباشا عم يحكي مع سمو الأمير لا يخلص من نمشي يا رب تبعد الشرع عن ابني محمد وتحميه يا رب آمين يا سلطان آمين اللوني سعجلوا شوي سرعة يا أبني سرعة أكثر وكان قاهد على عرشي بس ملامحه وما كانت واضحة علي يا أبو السعود في واحد كان واقف وراء حامل كيس كبير بين يدي كان ملطخ بالدم وطلع منه رأس ابني محمد الله يعطي الصحة والعمر الطويل لعضرتكم ولسمو الأمير محمد ولكل السلالة آمين هل علامات على شو بدي لي يا أبو السعود أفندي مولاي لا تتردد قل لي بصراحة شو تفسير هالعلم هو العلم عند الله بس هالمنامي اللي شايفه ما بيتفسر شر حضرتك بتعرف منيه أنه أمراء الدولة بيعنوا بشكل عام استمرارية لسلالة آل عثمان لهيك واضح أنه حضرتك الآن وجاغل بالك كتير على مستقبل سلالة آل عثمان والآن كمان على مستقبل الدولة العلية عم تقول هالمنام ما بيتفسر شر بس أنا شفت رأس محمد مقطوح يا مولاي يلي شفته هو رح يكون أحد النتائج يعني أنه هالمشكلة يلي عم تشغل بالك فيها يا جلالة السلطان رح يجي يوم من الأيام وتنحل طبعا ولما يجي هداك اليوم يا أما رح يتعرض مستقبل سلالة آل عثمان والدولة العلية للخطر يا أما رح تستمر قوتها وعظمتها مثل هلأ أن هذا تفسيري للحلم يلي شفته يا مولاي وكمان من نسبة للشخصين يلي حضرتك شفتهم وما كانت ملامحهم واضحة كتير هدول يا مولاي يا رح يربحوا بالمستقبل يا رح يخسروا وينهزموا فهمت عليك مولاي من المهم يا مولاي أنه الواحد يعتفز بميزان العدالة قائم وتطبيق أحكامه بأمانه بس وقت يلي بتكون المشكلة مرتبطة بواحد من أقرباء الشخص صعب أنه يقدر يعترم ميزان العدالة ويطبق بشكل صحيح مصبوط هالشي يا مولاي بسم الله الرحمن الرحيم ليش وقفوا؟ رح نزل لشوف شوفي سلطانة رستم أغا شوفي ليش وقفتوا؟ طريق من هون مطوع حبيبتي نور بابا كيفك حبيبتي؟ اشتقتلك كتير داعي نقعد شوي اي حبيبتي من وين جاي بي هالجمال كله؟ أم تملي لحالك هون حبيبتي خلاص ولي همك يا روحي خلاص ولي همك يا روحي سنبلاغا خدوا سلطانة ورجعوا العرباء سلطانة وسلطاني لا لا ديكلي محمد أمني لا برجماغا وين محمد؟ محمد 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 لا محمد محمد برجماغا أمني أمي جبتك لهون بس مشاه ما تزعل بنتي مني أما تهلوس بي اسمك ليل ونهار شوفي في الريال من هون ورايح أبسط خطأ رح تساوي ما رح تشوفي يا لبنتك مرة تانية فهمت يا باشا الله يخليك فوق روسنا شوفتها رجعتني على الحياة سلطانة قالولي طالب تشوفيني تعال نصوح أفندي كيفك؟ إن شاء الله صحتك منيحة داعيلك بالصحة يا سلطانة خير في شي مشكلة؟ فيه إبراهيم باشا أنا كتير عم خاف عليها القيام سلطانة إذا الموضوع بيتعلق بالسيد فرجال لا شوف أنا بعرف كل شي عم يصير معه كيف نصبوله وفخه وعتدوا عليها داك اليوم وكيف رجع من الموت يا نصوح أفندي وبعرف مين كان وراه الشي لباشا قالك يا سلطانة؟ وقت شفت جروحه اضطر إنه يقلي كل شي براهيم قوي وما بينخاف عليه وما حدا رح يقدر يهزمه بس يا نصوح أفندي النسوان بس يحطوا براسهم شغلة بصيروا خطيرين بيصيروا مثل الحية ما بيعرف الواحد قيمتا ممكن تهجم لا تاكلي هم يا سلطانة أنا رح أكون جنبه دائما لازم تنتبه أكتر من هون ورايح براهيم عم يتعامل بجدية مع أعداؤه أصلا مشان هيك عم يتعرض لكل هالأمور كون بجنبه على طول يا نصوح لا تخلي يغيب عنك لا تخلي حدا يأذي كوني متطمني يا سلطانة رح ساوي كل الاحتياطات مشانه ممتاز هلأ فيني الطمّة سلطانة سلطانة سليمان غيام خير شو صاير محمد ابني محمد سلطانة سليمان غيام خير شو صاير محمد ابني محمد صاف محمد خير الجهير محمد خير شفظ جقينا محمد لا تشوفي إيتي ليش عم تبكي؟ شفت الكعبوس مزعج كتير يا سليمان ألف حمد وشكر إنك بخير معقول شايفيك عبوس بهالوقت؟ إيه أنا غفيت شوي شو هالعباية؟ إبراهيم باشا هدانيا إبراهيم؟ سلطانة هويام اللي ساويته اليوم ما رح إنسالك يا طول عمري ورح تدفع التمن يا سلطانة إيمت بدك تفهمي إنه أنت ما عندك الأوة الكافية لتقدليني مشكلتك معي خليك بعيد عن ولادي بتتذكر يا سلطانة لما حضرتك خطفت بنتي ولتلك وقت نفس الكلام؟ مو نفس الشي عم تقولي ونفس الشي؟ بلقاءنا الماضي أنا حكيت عن الفرق بين الزئب والأرنب بظن يا سلطانة هلأ فهمتي الفرق هاد؟ ببساطة أنا بساوي البدية وبالوقت يلي بشوفه مناسب ومستحيل حدا يمنعني أي واقف بوشي فهمتي؟ ما بظن بدي إياكي تستوعبي هالموضوع مستحيل ضمير يسمح لي اعطل إنسان بريء ما له أي زنب بالأخص أمرأنا أنا بحمي الأمير محمد وبفدي بروحي مثل ما بحمي الأمير مصطفى وإذا قطت الحاجة أنا بحميه منك يا سلطانة وإذا بدك حتى أنا بحميه من جلالة السلطان ذاته لأنه هدول الأمراء بإذن رب العالمين رح يكونوا هني هني مستقبل الدولة العالية واستمرار لسلالة آل عثمان ترجمة نانسي قنقر